اشتركوا في القناة في سياق آيات الصيام جاءت لفتة عجيبة تخاطب أعماق النفس وتلامس شيغاف القلب وتخفف عن الصائم ما يجده مما شقه وتجعله يتطلع إلى العوض الكامل والجزاء المعجل هذا العوض وذلك الجزاء الذي يجده في القرب من المولى جل وعلا والتلذذ بمناجاته والوعد بإجابة دعائه وتضرعه حين ختم الله آيات فرضة الصيام بقوله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه الآية تكسب في نفس الصائم أعظم معاني الرضا والقرب والثقة واليقين ليعيش معها في جنبات هذا الملاذ الأمين والركن الركين وتدل دلالة واضحة على ارتباط عبادة الصيام بعبادة الدعاء وتبين أن من أعظم الأوقات التي يرجى فيها الإجابة والقبول وشهر رمضان المبارك الذي هو شهر الدعاء وللدعاء شروط وآداب ينبغي مراعاتها والأخذ بها حتى يكون الدعاء مقبولا مستجابا في مقدمتها إخلاص الدعاء لله وإفراده سبحانه بالقصد والتوجه ولابد من قوة الرجاء وحضور القلب وعدم الغفلة عند الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهم وعلى الداعي أن يجزم في المسألة ولا يتردد ولا يستعجل الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له وقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي وليتحر الأوقات والأحوال التي تكون الإجابة فيها أرجى كليلة القدر وجوف الليل الآخر ودور الصلوات المكتوبات وبين الأذان والإقامة وآخر ساعة من يوم الجمعة وحال السجود والصيام والسفر وغيرها من أوقات الإجابة وعليه أن يلح في دعائه وتضرعه ويعظم المسألة ويظهر الفاقة والمسكنة ويدعو في جميع الأحوال من شدة ورخاء ومنشط ومكره ويكرر دعاءه ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه عز وجل وقال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر دعاء في الرخاء ترجمة نانسي قنقر